فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بما يخرج المسلم من دائرة أهل السنة والجماعة يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة إذا خالف أهل السنة والجماعة في هذه الأصول إذا خالف أهل السنة والجماعة في هذه الأصول صار يتكلم في الصحابة ويطعن فيهم صار يكثر أهل الكبائر التي دون الشرك سيصير من الخوارج صار يقتل المسلمين لأن صفة الخوارج أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان هذا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه أنهم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان ولذلك ما تجدون الخوارج على مر التاريخ أنهم قاتلوا الكفار وإنما يقاتلون المسلمين والعياذ بالله لأنهم خرجوا عن مذهب أهل السنة والجماعة كذلك المرجئة يخرجوا من مذهب أهل السنة والجماعة تهاونوا بالذنوب وسهلوها على الناس ويقولون لا يضر مع الإيمان معصية كيف إيمان ولا يضر معه معصية معصية تضر أنتم تسمونها معصية والمعصية تضر نعم ترجمة نانسي قنقر